بسم الله الرحمن الرحيم ننتهينا من الحديث عن قواعد النظام السياسي في الإسلام وهي أربع قواعد الشورى ثم العدالة ثم الحرية ثم المساوى الآن نتحدث في الجانب الثانيا تطبيق هذه القواعد قواعد النظام السياسي في الإسلام في المملكة العربية السعودية فنأخذ في مجال الشورى في مجال الشورى تطبق الدولة السعودية باعتبارها دولة مسلمة دستورها القرآن دستورها السنة مبدأ الشورى لأنه مبدأ هام من مبادئ السياسة في الإسلام وفي النظام السعودي وقد تحقق ذلك منذ عهد الملك عبدالعزيزي رحمه الله ثم تطور هذا المبدأ مبدأ الشورى على يد أبنائه البررة حتى وصل الآن إلى وضعه الحالي في عهد الملك عبدالله حفظه الله مجلسا للشورى يضم مئة خمسين عضوا واثنى عشر لجنة في مجالات عدة يقوم هذا المجلس بمهامه الاستشارية التي توكل إليه على أكمل وجه فهنا تطبيق لقاعدة من قواعد النظام السياسي في الإسلام وهو مبدأ الشورى المملكة العربية السعودية تطبق هذا المبدأ في مجال الشورى في مجال القضاء نصة المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية تطبق المحاكم أو تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة يعني أنظمة تسهل عملية القضاء وليست أنظمة تفرض أحكاما معينة وإنما هي أنظمة في تسهيل عمل القضاء وهذه الأنظمة من شرطها أن لا تتعارض مع الكتاب والسنة إذن هذه المادة تنص على أن المحاكم تطبق في القضايا المعروضة أمامها أحكام الشرع المبني على الكتاب والسنة وأيضا ما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لكن بشرط أن لا تتعارض مع الكتاب ومع السنة فإذا تعرضت هذه الأنظمة مع الكتاب والسنة فلا قبول لها ولا تطبق في مجال الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هيئة رسمية وهي الهيئة الوحيدة في المملكة العربية السعودية لا يوجد في دولة من الدول هذا المسمى وهذا العمل لهذه الهيئة وتعتبر الهيئة في المملكة العربية السعودية هي صمام الأمان للمجتمع فهذه الهيئة المكلفة تقوم بتطبيق رضام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية والذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وتنص هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية على أن من مهامها تطبيق الشريعة الإسلامية في الأسواق العامة والأماكن العامة الأخرى بمعنى أنه إذا وجد شيء مخالف للشريعة الإسلامية في الأسواق فإن الهيئة تقوم بمنع هذا الشيء سواء كان في الأسواق التجارية أو سواء كان في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات وبالتالي تمنع ما يخالف الشريعة الإسلامية الأمر الثاني من مجالات عمل هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر الحيلولة دون وقوع المنكر يعني منع وقوع المنكر قبل أن يقع والحيلولة دونه كمنع السحر والمشعودين من أن يسحروا الناس ويؤذونهم وقد انتشر في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أن الإنسان الذي يذهب إلى الساحر ليسحر شخص ويؤذي شخص آخر فهذا عليه خطر في دينه بل بعض العلماء قال أن من ذهب إلى الساحر فإنه ربما يخرج عن الإسلام لأن الساحر أصلا لا يعمل هذا العمل إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل فمن أعمال هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر أنها تحول دون وقوع هذه المنكرات وتحول دون وقوع الخلوة بالنساء أو التحرش بالنساء في الأسواق والأماكن العامة أيضا من مهام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أنها تحث الناس على أداء الواجبات كالصلاة مثلا تنبه على الناس أنهم يؤدون الصلاة ويسارعون فيها ويغلقون المحلات التجارية وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ينبغي أن يكون بالليني وباللطفي وأن يعذر الناس في بعض الأمور والحقيقة أن في معظم أعضاء الهيئة المملكة العربية السعودية معظمهم ولله الحمد يمتازون بالأخلاق العالية وبالأداء المميز لأنهم في عملهم هذا يقصدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة ويحرصون على هداية الناس إلى الحق فبالتالي هم حريصون على أن يوصلوا هذا الأمر إلى الناس وأن يقنعوا الناس بأن هذا لا يريدون من ورائه إلا هداية الناس ونقاء المجتمع وصفاء المجتمع من المعاصر والمنكرات لأن المعاصر والمنكرات إذا حلت بالمجتمع هلك قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أي أم الفائزون لأنهم يدعون إلى الخير ويحثون الناس عليه ويمنعون المنكر فيصبح المجتمع سليما ويصبح المجتمع محافظا على دينه ومحافظا على أخلاقه ومحافظا على عقيدته هذا والله أعلم وأحكم